اشتركوا في القناة بايجابيتها بسلبيتها طبعا قبل ما نبدأ اللي حابب يحط لايك يحط لايك اللي حابب يحط دسلايك يحط دسلايك اللي حابب يشير يشير اللي مش حابب يعمل اشي ما يعملش اشي اللي حابب يحضر الحلقة يحضرها اللي مش حابب يحضرها ما يحضرهاش اللي حابب يشترك يشترك اللي مش حابب يشترك يعمل البلوك مثل ما بدكوا اعملوا انا علي بس اذكركوا باللي حابين تعملوه طبعا اليوم توقعتنا على يوم الثلاثاء اثنين ثلاثة اثنين آذر القمر موجود في منزلة الغفر وهي منزلة الكنوز والظفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يمكث فيها حتى تمام ساعة الرابعة وخمسة وعشرين دقيقة من مساء هذه الليلة اللي هي يوم الاثنين اللي هي واحد ثلاثة اللي هي موعد بث الحلقة يعني الساعة ستة وخمسة وعشرين دقيقة بتوقيت الاردن يعني بعد ساعة وربع من بث الحلقة عشان نحاول نجاوب الكل عشان ماذا من الساعة اربع وخمسة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت القمر رح ينتقل لمنزلة الزبانة ورح يفضل فيها طيلة اليوم وهي منزلة مش جيدة منتحسة هي للفساد وقطع العلاقات او القطع بكل انواعه والمشاكل بكل انواعها طبعا القمر موجود في الميزان وبما انه موجود في الميزان في هاي الفترة افضل فترة عاطفية لتعزيز اوصار علاقية علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر بنكون اجتماعيين اكثر من ميلا الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن قد تلعب الغيري دور في علاقة لسه ما استقرت بعد في هاي الفترة بننجح في اعمالنا الفنية بوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة واعادة تزيين البيت او المكتب واقتناء حاجية جميلة طبعا بالنسبة للقمر اليوم بشكل زاوية وحدة وهي زاوية التربيع عشان هيك نسبة الحظوظة بتنزل بشكل كبير بالنسبة للقمر زاوية التربيع هاي سلبية بين القمر وبلوتو رح تكون فيه تمام الساعة ثنتين وتسع دقائق عصرا يعني رح تأثر طول النهار من الان لغاية ساعة غروب يوم الغد او هذا اليوم تدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة تدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة قلنا هاي زاوية هي موجودة في بيت يعني في منزلة للفساد والقطع والمشاكل فاحذروا ممكن يصير قطع علاقات وبما انه برضو في موجودة في الميزان وهي اساسا عاطفية زيادة وممكن الغيرة تلعب دور والتحكم فكثير مشاكل راح تصير بين الحبيبة وممكن تنقطع العلاقة بينهم وممكن يصير في عداء او حدية بالتعامل ما بينهم وفي عصبية ومشاكل عشان هيك اللي بيجي بقول لي عاطفيا عاطفيا هاي الاحداث احنا حكينا لكم عاطفيا الكوانكب كلها اليوم بتأثر على الحبيبة فالحبيب اللي بيصير مع مشاكل اليوم ينتبه انه العلاقة ممكن تنتهي فورا وبدون سابق انذر خوف يجي واحد بقول لي انت ما بتحكي عاطفيا او انت متشائم او انت خلينا نكمل طبعا اا بعد هاي الزاوية اللي هي ساعة ثنتين وتسع دقائق عصرا بصير في عنا خلو المسار ببدأ من الساعة ثنتين وتسع دقائق عصرا وبنتقل طبعا بدي يبلش بحملية الانتقال للعقرب فخلو المسار زي ما حكينا من الساعة ثنتين وتسع دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش يعني اربعة وتسع دقائق بتوقيت الاردن ورح يستمر لغاية الساعة ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة مساء يعني عشرة وسبعة وثلاثين دقيقة بتوقيت الاردن وهذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار يعني بمعنى اخر اذا انت ناوي على شيء قبل خلو المسار دك تعملو اعملو ولكن تعقد النية على عمل الشيء فترة خلو المسار وتبادر في فاواء في فترة منتحسة طبعا في صندوق الوصف خلو المسار لطيلة الشهر وتواجد الكواكب لطيلة الشهر موجودة مكتوبة في صندوق الوصف زي ما حكينا انه الساعة ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت غرينتشل وقمر بصير موجود بالعقرب وبما انه رح يدخل العقرب فهاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة نشعر بانتقاد الغير وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا جيدا لاننا قد ننفجر في من حولنا تحت وطأ الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية ومشاهدة في المؤامرات واتخاذ قرار حاسم وشراء بيت برضو رجعنا للعواطف والمشاكل والامور الضغط ووائل ما لنهاية فبتكون تكونوا حذرين طبعا القمر بما انه رح يكون موجود في العقرب فخلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس اربعة ثلاثة رح يبدأ في تمام الساعة الرابعة وتسع دقائق مساء ورح يستمر حتى تمام الساعة عشرة واثنين واربعين دقيقة مساء لا ينتقل الى برج القوس يعني يوم الخميس القمر بنتقل القوس في ساعة المساء بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار المحدب تسعة عشر يوم في تمام الساعة سبعة وثمان دقائق مساء بيصبح عشرين يوم نسبة الإضاءة ثمانين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى عشرين ثلاثة مش عشرين اثنين عشرين ثلاثة مزاجها سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الميزان ورح ينتقل العقرب اليوم حتى ورح يمكت فيه لغاية أربع ثلاثة مزاجه سعيد بنسبة أربع طاعش في المية بسبب أول إشي مرحلة الانتقال زاوية التربيع اللي رح يشكلها ما بينه وبين بلوته عطارد في الدلو حتى يوم خمسة عشر ثلاثة اليوم مقريبا ممكن آخر يوم يكون منتحس بنسبة عشر في المية أما بالنسبة للزهرة في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ثلاثة مزاجها سعيد بنسبة صفر في المية يعني بدأ تبلش هي تصير سعيدة شوي كمان يوم أو يومين المريخ في الثور حتى يوم أربع ثلاثة المزاج سعيد بنسبة خمسة عشر في المية بسبب زاوية التثليث اللي ما بينه وبين بلوته ولكن هو بشكل زاوية التربيع ما بينه وبين الزهرة وبدو يبدأ عملية الانتقال فتأثير الانتقال السلبي اللي بيدل على تفجرات وحرائق وأمور إلها علاقة بالنيران وحدية بالطباع والمشاكل وزيادة حدية المشاكل دائما عند الانتقال قبله خمس أيام وبعده بثلاث أيام احنا بلشنا في مرحلة الانتقال لأنه الانتقال يوم أربع ثلاثة فعشان هيك الحدية هي صارت الزيادة والعصبية صارت زيادة والمشاكل صارت زيادة ورغم إنه سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشر خمسة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشر في المية وره نصف الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% يبل ما نحكي التوقعات احنا منحكي برج ومنحكي طالع شو مكان برجك خذ فيه لأنه البرج بيحكي عن الحياة العامة الناس كيف تتعامل معك الدنيا كيف بتتعامل معك المشاكل اللي بتصير من حواليك كيف بتصير معك وشو تصرفات الناس اللي حواليك أو الحياة العامة كيف بتتصرف معك الطالع بيحكي عن شخصيتك انت كيف بتتصرف انت نفسيتك كيف عواطفك كيف ايش اللي حابب تعمله فعشان هيك بتسمع برجك وبتسمع طالعك اللي بيجي بقول لي برج الباطني البرج الباطن تبعي ماناش علاقة في البرج الباطن تبعك روح على اللي علمك على البرج الباطن خليه يعطيك توقعات ما في اشي اسمه برج باطن بالنسبة لعلم الفلك علم الفلك احنا بنحكي عن تأثيرات كواكب خارطة ميلاد خارطة ميلادك يعني لازم تبقى تعرف الشهر والسنة واليوم والساعة ما عرفتش الساعة بتعرف برجك ما عرفتش الساعة بتعرف طالعك ما عرفتش يوم وشهر ما حدا رح يقدر يطلع لك اياهن لانه رح يضحك عليك لازم ينعرف اليوم ولازم ينعرف الشهر عشان تعرف برجك ما عرفتنش لا سعيد ولا ابو سعيد ولا ابو 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 سعيد الاولاني بيقدر يطلع لك برجك وطالعك لانه اللي بيجي بقول لك لا وانا باخد لك الاحداث وامت اتجوزت وامت امرضت واهم الاحداث وبسوي لك اياها وبعمل لك خارطة واطلع معي بث مباشر وبتدفع لي ميتين دولار وعليه ورح يضحك عليكم ما رح يطلع لك اياه ولا رح يزبط معه وكلام فاضي عشان هيك لا تغلب حالك تعرف برجك اسمعه تعرف برجك وطالعك كان خير وزين وممتاز جدا اسمعه حابب انت تتابع ايشي على حسب اسمك واسم امك وتشوف انه هاد بيجي برج كذا لهو بتسموه انتو البرج الباطن اسمعه هذا بعطي تأثير خمسة وعشرين في المية من عشرين لخمسة وعشرين في المية من التوقعات ما بعطيك مية في المية حابب انت تجرب تظلك تسمع كل ما تسمع انه اجل قمر في بيت متاعب برج شوف انت مبسوط ولا تعبان من ذاك بتراكم عندك الشغل قارن على الاحداث اللي بتصير معاك لحديث ما توصل لاقرب برج ممكن هو اللي ينطبق عليك انا ما رح اقدر اساعدك في هذا الموضوع اعذروني معلش اليوم انا شوي هيك حابب اعصب فاللي بعرفوني وبتابعوني بعرفوا انا لما بعصب بصير احكي حكي منطقي وعقلاني اكثر وبصير واضح زيادة عن اللزوم ومش اني زعلان منكو انا لاني مريض تعبان جدا 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 فوق ما بتخيل اي بني ادم ماخد جرع مسكنات ما بعلم فيها الا ربنا وقاعد بسجل في الحلقة ويا دوب قادر انا اركز فاعذروني رجاء ما حدا يقول انت ليش معصب وليش تحكي معنا هيك وليش بتعاملنا معاملة مرتي الاب والله انتو احبابي واصدقائي وبمون عليكو بس لاني لازم اسجللكو الحلقة لاني ما بحب اني انا اخليكو تنتظروا وخصوصا اللي بنتظروا توقعات اليوم القادم ما بقدر اخذلهم وما اسجللهم التوقعات ولكن في اشخاص يعني بيخلوك هيك شوي تعسب فانا عسبت فسامحوني حطيتوا لايك والله شكلكو ما حطيتوا لايك طب حطوا ديس لايك اجل ما فيها يعني قاعدين قاعدين يعني والله ما بكهرب يا جماعة الخير خلص زي ما بتقول وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بترغبوا في تعزيز شراكاتكم بتكون تحاذروا من الخلافات ما الضخم الأمور بتبدو شوي مرهف الاحساس متوتر بسبب قلق ما حاذر من اثارة العدائي والبلبلة مزاجك اليوم متقلب وعصبي ممكن تثير النفور من حواليك في ساعة المساء بتنهمكوا في اعادة تنظيم اموركم المالية ما تهملوا صحتكم بتصبح الاجواء اكثر ايجابية وتجاوبا معكم بتلاقي اعمالك صدى طيب لا تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون اعدار الشمس موجود في بيتك اثناش بيت متاعبك ما زالت بتأثر على ميلك للامور الروحانية وروح التضحية والاثار عندك صحيح ان هاي هي بتضعفك شوي وبتنزل من طاقتك وبتعطل بعض المساء اللي عندك الا انه اليوم برضو بتعطي نوع من انواع الايجابية شيئا ما اما بالنسبة للزهرة فبتميل لمساعدة الاخرين برضو اليوم بتعطيك دفعة اقوى المريخ في البيت الثاني طبعا هو شوي بيركز على الوضعية المالية فبما انه بينتقل معناته بدك تنتبه من المصاريف لزيادة وبدك تنتبه على اموالك من الصرقة والضياع او امور الها علاقة بين الصابين والمحتالين القمر زي ما حكينا هو في بيت الشراكة عطارد بتعرف علاقاتك وصداقاتك بعض التوتر في هاي الفترة فبدك تحضر من اي خلاف او سوء تفاهم ما بينك وبين اصدقائك ما تخلي المشاكل تكبر وتزيد وبرضو في نفس اللحظة ما تخلي العدائية والحدية تكون ما بينك وبين الاصدقاء بالفترة هاي بدك تضبط اعصابك برج الثور طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم بتكن تنتبهوا لصحتكم كون منظم واحسن ادارة عملك حاذر من الجدال مع المعاونين ما تهمل صحتك ما تأجل ولا تماطل عملك حاذر حتى لو اضطررت للعمل لساعات اضافية اهم مش انك تقوم بمهماتك في ساعة المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن تتعقد بعض الامور وتطرأ بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر من القطيعة والدعاوى القانونية لانه خصمك بالفترة هاي بكون قوي والعرقيل ممكن انها تستفزك طبعا المريخ بما انه موجود في البيت الاول وبدو ينتقل برضو بركز على شوي بعطيك طاقة انك تندفع وتتكلم ولكن في نفس اللحظة بزيد من عصبيتك بتزيد ثقتك بنفسك شجعتك حيويتك بساعدك على تحقيق اهدافك الشخصية ولكن دك تنتبه من العصبية بالنسبة لعطارد في البيت العاشر فبتميل لاهمال مشاريعك وممكن تتعرض سمعتك الاجتماعية لشبهة عليك التحلي بالصبر الشمس موجود في بيتك 11 برضو هي والزهرة فعشان هيك تتمكن من تحقيق مشاريعك او امنية بمساعدة اشخاص ذو نفوذ وعلاقة جيدة بتكون مع الاصدقاء وممكن شوي اصدقائك يعني او بعض المعارف يساعدوك في بعض المسائل وتكون هاي الامور ايجابية ولكن زي ما حكينا بدك تنتبه من العصبية برج الجوزة بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتفاهم معهم تأثير القمر ايجابي عليك بتشعر بالامان والارتياح وبتغمرك العواطف الجياشة انت جريء وباستطاعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعواطفك هاي الفترة لغاية ساعة المساء من ساعات المساء بدك تنتبه لعملك لانه ممكن العمل يبدأ بالتراكم بدك تنتبه لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت اضافي بدك تحاذر من المشاكل الصحية المريخ طبعا لانه في البيت الثاني عندك فبتميل الاندفاع بسرعة متخطي كل العقبات ولكن بدك تنتبه من التهور في بعض المسائل وبرضو بدك تنتبه لأموالك من السرقة والضياع أو بعض المصاريف أو بعض المحتالين اللي ممكن يحتالوا عليك ماديا عطارد في البيت التاسع منتحس فعليك هيك بدك تكون الحذر بدك تحذر من الوعود فقل ما يتم الوفاء بها في هاي الفترة وخصوصا وعود إلى علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو العلاقة مع الأجانب أو حتى امتحانات جامعية أو هاي الأمور كلها بدك تدير بالك منها يستحسن تجنب أي مغامرة بالفترة هاي إذا عندك سفر أو عندك مناقشة أو امتحان تدرس وتستعد بشكل جيد لأن المزاج عندك أو التركيز عندك مش قوي الشمس في بيتك 11 ممكن تحقق نجاح باجتماعي بفضل مساندة أشخاص دون وفوذ وممكن تحصل على ترقية أو منصب أو سلطة وتحظى بثقة واحترام وتقدير الآخرين الزهرة موجودة برضو في البيت العاشر ممكن يكون فيه نوع من أنواع التفاؤل والنجاح وهي فترة مناسبة لا يشيلوا علاقة إما بالارتباط أو بالمعارف أو العلاقات اللي بتكون من وسط راقي أو من سلطة معينة برج السرطان بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهمش إنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب للنفور للي حواليك بتفهم الآخرين وابقى هادئ إحمل استقرارك الصحي من التراجع ممكن تشكو من تأخير في المعاملات والالتزامات لغاية ساعة المساء من ساعة المساء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهمش إنك تلطف الأجواء وأعدل علاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل المساء العالقة أو كانت مستحيلة الفترة هاي بتكون إيجابية الشمس في بيتك التاسع بتزيد من ذكائك وطموحك وبتكون كريم ومتسامح ومتفاعل وهاي فترة مناسبة لأمور العلاقة بالسفر أو أخذ عطلة أما بالنسبة للزهرة برضو في البيت التاسع فبيكون سلوكك جيد وممكن تحصل على تقدير الآخرين وهاي فترة مناسبة للتنقلات بدك تدير بالك من عطارد اللي موجود في البيت الثامن لأنه ممكن يزيد من طيشك وعصبيتك وممكن تسمع خبر سيء أهم إشي إنك تنتبه للمصاريف والفلوس وانتبه على أموالك من السرقة والضياع وانتبه أثناء تنقلاتك أما بالنسبة للمريخ في البيت الأحدى عش وهيئون بزيد تأثيرك على الأصدقاء ولكن برضو بزيد من حديتك وسلطتك لدرجة أنه ممكن تكون متحكم أو فارض السلطة على بعض الأصدقاء وهذا الإشي ممكن يسبب خلافاته مشاكل أو تخسر أحد الأصدقاء بالفترة هاي برج الأسد ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات أهم إشي إنك تتكلم بهدوء وحاول إنك توضح كل أمورك لتفادي أي التباس محتمل هاي الفترة بتعدك بامتحانات ناجحة ومفاوضات جريئة ومثمرة لغاية ساعة المساء من ساعة المساء بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة بتكون تتجنبوا توبيخ الأحباء أو لومهم وممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر ولا الاستثمار بالنسبة للشمس بما أنها موجودة في البيت الثامن فبزيد هاي الفترة بتزيد من أرباحك عن طريق شراكة أو عن طريق تركة أو عن طريق دعم معين وبيزيد اهتمامك بالمواضيع الروحانية أما بالنسبة للزهرة برضو في البيت الثامن فممكن تستفيد من مكاسب عن طريق زواج أو شراكة أو هبات أو نوع من أنواع الدعم المريخ طبعا زي ما حكينا هو موجود في البيت العاشر بيت السمعة فتتمكن من تحقيق بعض أهدافك المهمة ولكن بدك تنتبه أنك ما تشوه سمعتك ما تخلف القوانين ما تجازف ما تندفع ما تتهور عطارت في البيت السابع فهنا ممكن أن يكون فيه خلافات أو نزاعات مع شركائك أو مع زوجتك خطيبتك انتبه لا أي حدية بالطباع ممكن تسبب أي خلاف أو مشاكل أو ممكن تسبب أعطال حتى في إتمام بعض الأمور ما بينكم برج العذراء طبعا اليوم بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ممكن تحتاج أحد أحبائك أو يحتاج أحد أحبائك لدعم مالي أو معنوي نظم أقصاتك وديونك وما تستخف بالفوتير الصغيرة حاذر من مصاريف استشفائية لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتنشطوا في أمور الهلاقة بالسفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر النشاطات حسب حق الاختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك أهمش أنك ما تتردد بالتحرك المريخ موجود في البيت التاسع فبتميل تتبع اندفاعاتك وبتتخذ قرارات مفاجئة وبتقوم بخطوات مهمة أهمش أنك ما تقرر على أمور الهلاقة بالسفر أو بالامتحانات أو بالدراسة بدون سابق انذار يعني أو سابق استعداد بدك تستعد بشكل جيد على الأساس أنه الفترة هاي برضو المريخ بيسبب نوع من أنواع البلبلة بسبب انتقاله أما بالنسبة لعطارد فهونا في البيت السادس بعمل توتر على مستوى علاقاتك مع رفقائك في العمل بدك تحاذر من الأغلاط الناجمة عن عدم الانتباه في العمل الشمس في البيت السابع والزهرة في البيت السابع فهونا بترغب في القيام بدور اجتماعي مهم وبتحقق استقرار جيد على مستوى الشراكة والزواج وهي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية مع الشركاء ولكن الزاوية اللي جاي بين الزهرة وما بين المريخ وهي زاوية سلبية تربيع بتقولك أنه بدك تنتبه من أي خلاف أو صوت فاهم أو شك أو غيره أو عنادي أو فتح مواضيع قديمة ممكن أنها تزيد المشكلة أو الخلاف ما بينكم فعشان هيك بدك تضبط أعصابك برج الميزان بيطرق تغيير للأفضل على صحتكم وبتجدوا حلول لمشاكل أو لمشاكلك وبتكون مقداماً وبتنطلق من جديد بأمور العلاقة بتستحيح الأقطاء بتتغير نظر تكلال حياة وبتحضر لتغيير النمط والأسلوب بتبدو متفائل وسعيد في ساعات المساء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهمش أنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في أمور العلاقة بالنقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو أمور استشفائية طبعاً الشمس موجود في البيت السادس بيزيد حبك للعمل وبتبذل جهد تكافع ليه بتحتاج لتجديد محيطك وهذه فترة مناسبة لإجراء تغيير على المستوى المهني أما بالنسبة للزهرة في البيت السادس فبتعرف انسجام مع رفقاءك في الوسط المهني وبتتمتع بصحة جيدة المريخ في البيت الثامن طبعاً بتميل لقبول التحديات من أجل إثبات قدراتك وهنا بقولك بدك تدير بالك من المجازفات والمغامرات وخصوصاً إذا كانت عقود أو مشاريع أو أمور مالية عطارد في البيت الخامس منتحس بيتجعلك متردد وممكن تسمع خبر غير صار عن شخص قريب لإلك وممكن برضو يصير خلاف ما بينك وما بين أحد الأحبة بسبب انفعالك أو عصبيتك برج العقرب انتبهوا أكثر لصحتكم ممكن تجد نفسك في موقف صعب بدك تكون حذر وحكيم حذر من الكلام السيء حذر من التراجع الصحي هاي فترة فاشلة ومخيبة للأمال ومن أصعب أيام الشهر لغاية ساعة المساء بيطرق تغيير الأفضل على صحتكم في ساعة المساء وبتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك بالنسبة للشمس هنا بتمنحك تقدير الجنس الآخر وبتحقق النجاح في بعض المشاريع والأرباح عن طريق المعاملات العقارية وهي فترة مناسبة للتسلية والترويح عن النفس أما بالنسبة للعطارد اللي في البيت الرابع هنا بيعطي محيطك العائلي نوع من أنواع التوتر بسبب سوء تفاهم وممكن تتعرض لإرهاق عصبي وخلاف عائلي أو بعض الأعطال المنزلية أما بالنسبة للزهرة في البيت الخامس وبتشكل زاوية تربيع مع المريخ بتعملك عصبي وحد الطباع لدرجة أنه ممكن تثير المشاكل ما بينك وبين الأحباء أو أحد الأبناء وهذه فترة يعني هي بتساعدك لتمتين الروابط والعلاقات ولكن برضو بتعطيك تهور وعصبي ممكن تخسر أحد الأحبة المريخ في البيت السابع برضو أفكارك ومشاريعك ممكن تلاقي استحسان من الطرف الثاني ولكن اللي هو الشراكة شراكة مالية أو العاطفية ولكن برضو نفس الإشي ما في داعي للتهور أو العصبية أو خلق بعض المشاكل بسبب أو بآخر برج القوس طبعا اليوم بتلتقوا الأصدقاء وممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم أهم مش إنك تكون عند حسن الظن اتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاذر من الحوادث لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر بصير موجود في بيت المتاعب لا توقع على عقد ولا تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء جديد عشان ما يخيب أملك وحاذر من البلبلة والالتباسات عطارد ممكن يخليك تسمع خبر سيء ويجعلك متردد أو متحير وبيدفعك لاتخاذ قرارات متسرعة أو إفشاء الأسرار بدك تكون حاذر في كلامك أو في مراسلاتك بالنسبة للمريخ بتقوم بمبادرة مهمة بتستفيد منها وبتتمتع بحيوية كبيرة أما بالنسبة للشمس فسعادة تعطيك على المستوى العائلي وعلاقاتك العائلية بتكون جيدة والحالة المادية شوي بتكون أفضل وهذه فترة مناسبة لحيازة ممتلكات عقارية أو تحقيق نجاح شخصي بالنسبة للزهرة برضو لأنها في البيت الرابع فالحياة في المنزل بتكون جيدة شيئا ما وفترة مناسبة للحصول على أرباح أو أمور إلها علاقة بالعقارات ولكن بدك تنتبه من أي خلاف أو سوء تفاهم ممكن يصير ما بينك وبين أحد أفراد العائلة وممكن تحتد وتعصب وهذا الإشي رح يكون سلبي بالنسبة لعلاقاتك العائلية برج الجدي بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية وبتفرح لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة بتتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لألتقاط أنفاسك بعد العواصف في ساعة المسائب تلتق الأصدقاء أهم إش إنك تبادر لملاقات الآخرين في منتصف الطريق وبيطمئن بالك لأنه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم إش إنك ما تستسلم بل كرر المحاولة الشمس في بيتك الثالث وهي سعيد اليوم فبيلعب محيطك العائلي الميسور الحال دور مهم في تحسين وضعيتك وممكن تحصل على أرباح عن طريق الأسفار أو التأليف بتزيد قوة ملاحظتك وفضولك الفكري وبتحظى بشعبية وتقدير الآخرين بالنسبة للزهرة طبعا بالبيت الثالث بتكون مرح ولين العريكة وبتكون مميز جدا وبتتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وهذه فترة مناسبة لأمور العلاقة بالسفر والتواصل مع الأقارب والإخوة ولكن دك تدير بالك من بعض التسرع أو الخلافات أو سوء التفاهم أو الكلام اللي ممكن ينفهم بطريقة خطأ عطارد طبعا علاقاتك متوترة مع رفاق العمل وبترتكب الأخطاء في أراءك وأحكامك اتجنب توقيع الوثائق المهمة المريخ طبعا في البيت الخامس بيزيد من حبك للحياة وعزمك ولكن ممكن يعمل لك بعض الخلافات أو سوء التفاهم ما بينك وبين بعض الأحبة وخصوصا ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء برج الدلو بتنشغل في مسائل إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد حاول أنك تطلب رأي الشريق قبل التمسك بقرارك بتنشغل بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهمش أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة لغاية ساعات المساء بعدين بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهمش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي بتحمل بعض القلق أو التوتر عطارد برضو بيضغط عليك فعشان هيك ممكن يكون في بعض الإرهاق أو الإجهاد بسبب عصبيتك وتلهفك وسرعة انفعالاتك عليك تجنب اتخاذ القرارات المهمة وبرضو على مستوى التنقلات ممكن تسمع أخبار متناقضة خلال الفترة هاي طبعا بالنسبة للشمس بتسهل عليك اكتساب الممتلكات المادية وبتسهل أو ممكن تحصل على ترقية أو وضعية سامية بمساعدة أشخاص دون نفوذ كما بتزيد من ميلك للتبذير بدك تنتبه على أموالك أما بالنسبة للزهرة فهاي فترة مناسبة لأمور إلها علاقة بالنجاح المستوى المالي والحصول على وضعية مربحة أو على وضع مربح المريخ شوي هو اللي بدك تنتبه منه لأنه بزيد تأثيرك وسلطتك على ووسطك العائلي وبرضو بتكون حاد الطباع وبتعمل تقلبات بالمزاج وبتعملك حاد جدا لدرجة أنه ممكن تتسرع في أمور إلها علاقة في البيت أو العقارات الفترة هاي مش مناسبة بدك تصبر عشر أيام إذا بدك تشتغل على مسائل إلها علاقة بالعقارات بعد العشر أيام تقدر تعمل اللي بدك إياه ولكن فترة الانتقال هي صعبة فعشان هيك الخلافات ممكن تتركز على أمور إلها علاقة بالبيت بشكل كبير برج الحود بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية بدك تحاذر من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأي كان بتواجه خصم شرس وبتشتد المنافسة بينكم لا تخالف القوانين عشان ما تكون مدان في ساعة المساء بتنشغله في مسائل إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد الفترة هاي مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة بتناقش بقوة وذكاء وبتتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة أو موضوع العلاقة بالسفر بالنسبة للشمس في البيت الأول عندك لسه ما ألقت بشعاعها على جميع مواليد الحوت عشان هيك يعني شوي بتكونوا حذيرين لبعض الأمور اللي رح أحكيها بتزيد من حيويتك وبتقوي وظيفة جهازك الهضمي وبتمنحك شخصية متألقة ومتفائلة وعفوية وطموحة وطبيعة عفيفة ولكن بتكون متسلط وبيزيد حاجتك لنيل تقدير الآخرين وبتمنحك الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتك بالمحيط أما بالنسبة لعطارد فممكن تتعرض لخلام بسيء لك أو إفشاء بعض الأسرار أهم إشي أنك ما تهتم له كثير أما بالنسبة للزهرة فهي في البيت الأول عندك فعشان هيك يعني بيزيد لطفك ورقتك وقيمتك الاجتماعية وهي فوترة مناسبة للعلاقات العاطفية وبرضو توطيدها أو ارتباط جيد جدا ولكن دك تدير بالك من خلافات مع الأحبة بسبب زاويتها مع المريخ لزاوية التربيع والمريخ بيزيد من تأثيرك وسلطتك على محيطك وهي فترة مناسبة للنجاح في الدراسات والمباريات ولكن بدون مجازفة يعني بمعنى آخر بدك تكون حذر على مستوى تنقلاتك واتصالاتك وكلامك لأنه حكينا التسلط والكلام والجارح وفي نفس اللحظة على الأمور اللي إلها علاقة في البيت الأول اللي شوي ممكن تعمل بعض الخلافات مع الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكراعاتكم اشتركوا في القناة